بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير تنشكر المتابعين لقدام الجداد وتنقول لهم شكرا على الدعم ديلكم القوي إذن قبل ما نبدأوا غد نصليوا كاملين على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمة اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سياغتار ديال الصلاة على الحبيب ولكن بأي صغة تصلوا عليه انتم من الأغنياء اللي فقير هو اللي سيسمع الصلاة على الرسول وما سيصليش عليه عليه الصلاة والسلام خسكم تعرفوا أحبابي أن هاد الأيام خسنا نكتروا الصلاة على الحبيب الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام هي من المفاتيح ديال الخير سبحان الله له ملك يرد عن كل ما نصلي عليه إذا نصليوا عليه يا أحباب شفية المغربية وإن شاء الله غادي نديروا واحد الوصفة ديال القبول وفي الوصفة الوقت طرد العين والحسد هادي غادي نهزا معايا وفي الوصفة الوقت غادي تحيد عليها طاقة النحس وطاقة الحسد وغادي تكون عندي قبول وغادي إن شاء الله نهزا معايا لأنني أنا محتاجة لها بعد الأحيان تتكون عندي واحد طاقة ديال الحسد قوية كي للناس اللي تيمشوا لأي بيت من تيجيو تيجيو مراد تتقول لك ما عرفت شمالي مشيت غير هاد البلاصة ولكن جيت مريضة جيت مهلوكة لأن انتي عندك عندك واحد كيما نقولو إنسان غير تشد فيه العين وتيشد فيه الحسد كان بعد النوع اللي شوفك لابسة أي لبس ولكن ما يقولش تبارك الله أو يقول ما شاء الله ديما نذكر الله ونقول ما شاء الله تبارك الله بعد الأحيان كل اللي تيشوفك لابسة مزيان أو يكون عندك جات معك شي حاجة ولكن تيبقى غير يشوف فيك ولكن هذيك الطاقة اللي تيرسل لك هي طاقة طاقة ديال نحس طاقة ديال كما نقولو إحنا البلوتوت ديال الحسد البلوتوت إحنا ما سنشوفوش ولكن هي طاقة تتروح من من العين حاقدة إلى جسد ضعيف تتأثر في أي حاجة تيجي مريض العلامات اللي تيجي هما أنك تتجي تتحسي بالجسد ديالك كلو مكسر كلو بحقى دراش بقى دراش تهزير لك تتحسي بعياء شديد تتحسي بالقي أنك تتحسي بأنك بغا ترجع وتتحسي بالمعدة تتدرك هذو كلهم من أعراض الحسد والعين تقدري تمرضي تأسبوع وتي ما عارفاش ما لك كل شي للجسد ديالك تنبض الرأس ديالك تشدك من وراء العنق ديالك تقدري ما تقدري تكلمي تبزل هذو هذو نوع من الحسد والعين العين الحاقدة والباغدة كل ما يحقدك ما يحقد عليك ما يحسدك ولكن هو عنده طاقة طاقة العين دياله صعبة تتأثر على أي حاجة أي إنسان تداز من قدامه تسميه طاقة النحس هذك الإنسان عنده عينه حارة إذن الناس اللي يكونوا غادي غادي لأي مكان غادي إن شاء الله يبدأوا بيقرأوا المعودتين وآية الكرسي يحاولوا أنهم يمشوا لذلك المكان يحاولوا أنهم يدروا تحصين تحصين على الجسد ديالهم إلى مجبورين باش يمشوا لهذاك المكان بحل واحد الأخت خلت لي يتعليق أن منتا تمشين عند أهلها تجي مريضة تجي مريضة سبب أن العتبة عندهم إما فيها سحر وإما عندهم طاقة سلبية في البيت وتتمرض إذن إحنا باش نحصنو ريوسنا على أساس أننا ما عارفينش عشنو وقع في الحياة لأن كتر الشر الحاقدين والباغين كتر إذن خاصة ندير تحصين والسلام إذن سأخذ واحد قطعة الشباب بحلقة سأخذها ونضوزها على الجسد للي نبدأ على اليمين للي اليدين الرجلين كل شي نضعها على الصرة للي ونضعها على الصدر للي ونضعها على شي حدي يضوز على الظهر ديالك وعلى الرجلين وعلى الشعر وعلى كل شي وأنا تنقرأ تنقرأ صورة الفلق صورة الفلق العدد اللي دورتي على الجسد ديالك صورة الفلق بدون عدد أنتوما العدد تحدو أنتوما تتكمل الجسد ديالك أو تاني ندير صورة الناس ندور وننفتع على نفتع لها نفتع لها نقرأ صورة الفلق العدد اللي بغيتوا صورة الناس العدد اللي بغيتوا آية الكرسي للتحصين نقرأ آية الكرسي سبعات المرات على الجسد ديالك وعلى الرأس وعلى كل شي من نوصل ولا يؤود وحفظهما نقولها سبعات المرات ونكمل آية لأن هذا هو الحسن الحاصين هذا هو الحسن الحاصين آية الكرسي أما صورة الفلق أنها تحيد لك الحسن والطردو وما تخليش يشد فيك صورة الناس تبعد عليك الوسواز إذن أي حاجة توسوس لك أو أي حاجة تبدرك صورة الناس جيدة أما آية الكرسي سبحان الله العظيم حسن الحاصين تحفظك من كل آذاء وغادي نقرأ عليها صورة الشرح سبعة المرات تهي ونقرأ الله ما شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يبقه قولي سبعة المرات البنت اللي تتقرأ وبغاية الصدر ديالها يتشرح لها وبغاية أنها يزيدها الله نور في نور في الدراسة وانفت أنا تنزوزها على الجسد ديالي أنني تنحصن الجسد ديالي من كل الشوائب وغادي نقرأ واحد وعشرين مرات وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين شو بنتي معامل بغيتي تكوني زوينة مع الناس كاملين إلا بغيتي تكوني مع الناس كاملين أو مع الوستد ديالك تكوني مقبولة أو تكوني مقبولة مع شخص معين أو مع خطيبك أو وزيناها للناظرين مع أولاد آدم أولاد حوة أو مع الوستد ديالها اعطيها مقطن زيانة او مع المدير ديالها او مع الشخص معين المهم ديما نكونو هاد تحصين انهزوا معايا لي ما عندوش حجرة بحالك ياخد ياخدها مطحونة مطحونة غت هزافي الدكوكة ودوزي ع الجسد ديالك تاخدها مطحونة بحالكة ودوزيها ع الجسد ديالك وديرها في نفس الصيغة ديرها بابياني من يوم الناس كيني بعد الناس يقولك احنا ما عندناش ما عندناش حجرة عدي مطحونة اضيف تاييم زيانة غادي نرش هاك الشبه غادي نرش ونقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات وغادي نرش ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله ونهزها بحالكها ونسدها غادي ان شاء الله نهزها معايا فيما مشيت يريد تصغروا الشبه شوية هيا انا ما عنديش صغيرة درسها لكم كبيرة باش انا كم تبلكم صغروها باش اللي بغيت تهزوها معاكم في المحفظة او في حمالة الصدر او اي حاجة اللي بغيت تدلوها في حمالة الصدر ندلو لها توب ابيض او اخضر وندل لها واحد صغيرة ونحطها في حمالة الصدر بانها حصن حاصن باذن الله وتكمل شهر عندك غادي تحرقها غادي تسحب لك قاع غادي تسحب لك قاع العين والسحر واي حاجة وغادي ان شاء الله غادي غادي تكملي شهر انك تكوني زيتها معاك غادي تاخدي مقلات وغادي تحرقها وغادي تشوفي شحل من اعيون خرجات منها وغادي تشوفي لك ساعة خليولي في التعليق كيفاش خرجات اذا تنتمنى لكم حد سعيد وتنتمنى الله سبحانه وتعالى تديروا هاد الوسوى لانها ربانية وفي نفس الوقت انكم غادي تحصنوا ريوسكم من كل ادى لان الادى ولا كتير بزاف وخاصنا نديروا التحصين دينا بذكر الله وفي نفس الوقت انسان يحاول انه يبقى يداوم على صورة الفلق الى كان عنده مرض عندك شيء انسان عنده عين حاقدة في العمل او في الدراسة او جار سوء مقابلك اغلبية كان ينجيران السوء لما تخافوش الله وما تذكروش الله وتيبغيوا الادية للناس اذا هذا ديما تدير تحصين ديالك في الخروج وفي الدخول تدير الفاصوخ في الرجلين ديالك بانا ولو تكون اي حاجة مرضوشة او اي عاجة تبطل باذن الله الواحد القهار اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا انكم تخليوا تعليق او تدعموا القناة او تفعلوا الجرس او تابنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجعل اكتشو اعم اشتركوا في القناة